يتفرع عمل السلطة التشريعية في مملكة البحرين إلى مهام عديدة ومنظمة وفق ما نصت عليه مواد الدستور والقوانين المنظمة لعمل المجلسين هذا التنوع الكبير جاء نتيجة لنجاح المملكة في انتهاج الديمقراطية والشورى مبدأ أصيلا في إدارة الدولة وإشراك الشعب في السلطة الزميل يحيى العمر يستعرض أبرز ملامح عمل السلطة التشريعية تجربة رائدة سنوات طويلة من الخبرات التشريعية المتراكمة عاشتها مملكة البحرين وفق نهج مؤسسي متكامل عزز من عمل السلطة التشريعية إلى جانب عمل السلطات الأخرى في المملكة السلطة التشريعية تتمثل في المجلس الوطني المكون من غرفتين غرفة مجلس الشورى وغرفة مجلس النواب كذلك أعضاء مجلس الشورى أربعون عضوا يتم تعيينهم من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وفق معايير دستورية محددة حيث يمثلون أصحاب الخبرات الطويلة والكفاءات النوعية والإنجازات الكبيرة الذين يعتدوا برأيهم ليكون رافدا مهما لتطوير وتحسين القوانين والتشريعات وتقديم الآراء والمقترحات بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب في مجلس النواب يتفرع العمل أكثر نظرا لآلية الانتخابات النيابية المختلفة عن اختيار أعضاء مجلس الشورى أربعون عضوا نيابيا يتم انتخابهم من خلال الاقتراع المباشر من قبل المواطنين وفقا لتقسيم الدوائر الانتخابية والتي يحق لجميع المواطنين الترشح والتصويت من خلالها يعد عضو السلطة التشريعية ممثلا عن كافة أفراد المجتمع في تحقيق المصلحة العامة وبمجرد دخوله للبرلمان يتخلى عن صفته كممثل لدائرته ليصبح ممثلا لمصالح الأمة بأسرها وذلك من خلال وظائف البرلمان التشريعية والرقابية والمالية المتنوعة وفقا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية المنظمة لسير العمل في المجلس ولتسهيل عمل أعضاء المجلسين تنص اللوائح والقوانين على أدوات نيابية ووسائل قانونية متاحة لأعضاء المجلسين وتتنوع بين وظائف تشريعية ووظائف رقابية ومن أبرزها الوظائف التشريعية هذه الوظائف التشريعية منها الاختراحات الخاصة بتعديل الدستور الاقتراحات القوانين وأيضا الموافقة أو رفض المراسيم بقوانين وأيضا الاختصاص بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية هناك أيضا الوظائف الرقابية ومنها الاقتراحات برغبة الأسئلة البرلمانية الاستجواب البرلماني مناقشة برنامج الحكومة طلبات المناقشات العامة هذا النهج الديمقراطي يرتكز على إرث من العمل الوطني في مملكة البحرين على مر تاريخها العريقة حيث كان مبدأ الشورى نهجا أصيلا لأسرة آل خليفة الكرام منذ تأسيس الدولة البحرينية الحديثة على يد المؤسس أحمد الفاتح عام 1783 ولطالما كان الشعب شريكا في التنمية الوطنية في جميع المحطات إمانا من ملوك البحرين بهذا الدور الشعبي الوطني وتم تتويج هذا الدور بمشروع جلالة الملك المفدى الريادي الوطني الكبير الذي انطلقت فيه مسيرة العمل البرلماني نحو أفاق أرحب وأشمل في خمسة فصول تشريعية متتالية وصولا إلى الاستعداد للفصل التشريعي السادس خلال العام المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر